اشتركوا في القناة من تقليد الرتب وإزداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي وأشهد الفريق الأول سعيد شنغريحا في كلمة ألقاها بالمناسبة على الإشراف الشخصي لرئيس الجمهورية على مراسم الحفل والذي يعد بمثابة تكريم مستحق لإطارات وزارة الدفاع الوطني مقدرا جهود أبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة كما جدد الفريق أول العهد المقطوع أمام شهداء المقاومات الشعبية الباسلة والثورة التحريرية الذين ضحوا من أجل استقلال البلاد وكذا شهداء الواجب الوطني الذين أفشلوا المشروع الظلمي للإرهاب وحافظوا على النظام الجمهوري والديمقراطي كما قلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الفريق أول سعيد شنغريحة وساما الشجعة تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جو بايدن ونظيره الإندونسي جوكو ويدودو بمناسبة عيد الاستقلال وجاء في رسالة الرئيس بايدن إذ تحتفلون بالذكرى الثانية والستين لاستقلال بلدكم يوم الخامس جويليا أتقدم إليكم وإلى الشعب الجزائري بأطيب التهاني باسم شعب الولايات المتحدة الأمريكية وأكد الرئيس الأمريكي على تنسيق الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراعات في السودان وتعزيز الأمن والحوكما في جميع أنحاء منطقة الساحل أما عن رسالة الرئيس الإندونسي فقد أكد فيها على قوة العلاقة بين البلدين وهي علاقة ودية متبادلة المنفعة طيلة واحد وستين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1963 مشيرا إلى الالتزام بتعزيز التعاون الثنائي بما يضمن مستقبلا من الازدهار المشترك والسلام الدائم للبلدين أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين ملعب الشهيد علي عمار المدعو علي لابوينت حيث تبادل أطراف الحديث مع مسيري فريق مولودية الجزائر الذين سلمهم المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتخصيص هذه المنشأة الرياضية لهذا الفريق العريق موجها شكره إلى وزارة السكن لإنقاذها لهذا المشروع مؤكدا على أن الجزائر ستكون قطبا رياضيا عالميا بالنظر إلى الوتيرة التي عرفتها عملية إنجاز العديد من الملاعب وأشار في سياق ذي صلة إلى أن الدراسات قد انتهت لإنجاز ملعب بذات المقاييس بكل من ورغلا وبشار حتى تأخذ كل مناطق الوطن حقها من هذه المنشآت الكبرى وعلى الصعيد الاقتصادي استقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كامال مولا نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمانديون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر حسب ما أفاد به بيان للمجلس وركزت المناقشات على إصلاحات المالية العمومية الرمية إلى الاستفادة الأمثل من موارد الميزانية والتنوع الاقتصادي وتثمين الصدرات خارج المحروقات والانتقال التقوي وبهذه المناسبة أكد مولا بأن الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة عززت الثقة في البيئة الاقتصادية وكان لها تأثير إيجابي للغاية على مناخ الأعمال من جهته أشار ديون إلى بروز جيل جديد من رواد الأعمال في إفريقيا بما في ذلك الجزائر يدركون تطورات العالمية ويتمتعون بقدرة كبيرة على التكيف وفق بيان للمجلس أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر افتتاح فضاء للألعاب الإلكترونية على مستوى قاعة الركوب لمحطة الرحلات الدولية ووفق بيان ذات الشركة فإن هذا الفضاء الذي يتوفر على ألعاب إلكترونية حديثة وشاشة من العلامة التجارية سريم يمنح للمسافرين بديلا ترفيهيا عصريا ومجانيا في انتظار رحلتهم أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم عن غلق جزئي وظرفي لحركة المرور على بعض الطرقات في أوقات متقطعة وهذا عشية اليوم الخميس بدءا من الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة التاسعة والنصف ليلا وذلك بسبب تنظيم سباق الركض الحضري للجزائر العاصمة على مستوى بعض المحاور كالتالي من شارع العقيد ميرا إلى غاية مسنكة الجزائر من ساحة الشهداء إلى غاية ساحة البريد المركزي من شارع الدكتور سعدان إلى غاية يقول شارع محمد الخامس وأضف ذات المصالح أنه سيتم الفتح التدريجي لمحاور الطرقات المذكورة بعد مرور آخر المتسابقين نهاية الموجز في أمان الله